أهم عشر فوائد للسباحة في الشتاء أبرزها تقوية المناعة وتقليل الشعور بالألم قد تعتقد أن السباحة في الشتاء هي أحد آخر الأشياء التي تحلم بفعلها لذلك يتوقف العديد من الأفراد عن ممارسة السباحة في الشتاء لاعتقادهم خطأاً بأنها تسبب الإصابة بفيروس الإنفلوانزا صدق أو لا تصدق هناك بعض الفوائد الرائعة لأداء السباحة في الشتاء وفيما يلي أبرزها أولاً يقوي جهاز المناعة تمت دراسة تأثيرات الماء البارد على جهاز المناعة على نطاق واسع يساعد الماء البارد على زيادة عدد خلايا الدم البيضاء لأن الجسم يضطر للتفاعل مع الظروف المتغيرة بمرور الوقت يصبح جسمك أفضل في تنشيط دفاعاته ثانياً يقلل الشعور بالألم والراحة منه السباحة في الماء البارد تنشط الإندورفين هذه المادة الكيميائية هي ما ينتجه الدماغ لتجعلنا نشعر بالراحة أثناء الأنشطة السباحة في الماء البارد هي أيضاً شكل من أشكال التمارين وقد ثبت أن التمارين الرياضية تعالج الاكتئاب السباحة في الماء البارد تقربنا من حاجز الألم يتم إفراز الإندورفين عندما نشعر بالألم لمساعدتنا على التأقلم معه ثالثاً يحسن الدورة الدموية السباحة في الماء البارد تغسل الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية يجبر الدم على السطح ويساعد على تدفئة أطرافنا التعرض المتكرر يكيفنا مع البرد رابعاً يزيد من الرغبة الجنسية لديك كان ينظر إلى الماء البارد تقليدياً على أنه يقمع الرغبة الجنسية الحقيقة هي أنه يزيد الرغبة الجنسية يؤدي الغطس في بعض الماء البارد إلى زيادة إنتاج هرمون الاستروجين والتيستوستيرون مما يزيد من الخصوبة والرغبة الجنسية تشمل فوائد زيادة الرغبة الجنسية مزيداً من الثقة وزيادة احترام الذات وتحسين الحالة المزاجية خامساً يحرق السعرات الحرارية يجب أن يضخ القلب الماء البارد بشكل أسرع ويجب أن يعمل الجسم بجهد أكبر للحفاظ على دفء كل شيء أثناء السباحة بشكل عام يتم حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء السباحة في الماء البارد مقارنة بالسباحة في ظروف أكثر دفءاً قد تكون فكرة أن شرب الماء البارد يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحركها خرافة لكنها حقيقة أن الماء البارد يقلل درجة حرارة جسمك لدرجة أن الجسم يجب أن يتصرف السباحة في الماء البارد تضع ضغوطا على الجسم جسديا وعقليا حدتت العديد من الدراسات العلاقة بين الماء البارد وتقليل الإجهاد يصبح السباحون في الماء البارد أكثر هدوءا واسترخاء لقد أوضحت الدراسات بأن معدل الإصابة بالأمراض النفسية تقل عندما يتعرض الجسم كله للماء البارد وذلك مقارنة بالأشخاص الآخرين حيث أن التعرض للمياه البارد لفترات قصيرة بصورة مستمرة يعمل على تحسين عمل الرئة ثامنا تقوية القلب والشرايين تعتبر السباحة من أفضل الرياضات التي تقوي القلب والأوعية الدموية وفي فصل الشتاء يزداد التدريب لمن يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية فالقلب يعمل أكثر في الماء البارد من أجل الحصول على التدفئة التي يحتاجها جسدك ومع التمارين الدورية والمستمرة يتحسن القلب ويزداد قوة احتمالك للبرد تاسعا تحسن من صحة الجلد بعد السباحة في الماء البارد سوف تلاحظ جيدا أن لون بشرتك أصبح أحسن وأفضل وهذا بسبب اندفاع الدم إلى الجلد وخروج الشوائب مما يجعل بشرتك نظيفة تماما ومقشرة عاشرا إنها طريقة رائعة للتواصل الاجتماعي وتكوين صداقات جديدة هناك شعور كبير بالمجتمع والصداقة الرائعة بين سباحي المياه الباردة لا يوجد شيء يجمع الناس معا مثل مواجهة التحدي ومشاركة التجربة كمجموعة إذا أعجبكم المقطع فلا تنسوا دعم القناة وشكرا لكم للمشاهدة